السلام عليكم مرحبا بكم في قناة بغا دي ديوغو كانتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة شكرا على تعليقات الاكتر من رائعة شكرا بزاف اليوم غدي نشوفوا وصفة جديدة غنحضرو هاد بيتزا بسلسل بيضاء بسومون فومي عجين اكتر من رائع وحوشوا اللي ما نقوش لكم شحال بنينا صراحة النتيجة ديالها صدمتني بزاف عرفت هاللاصص زوينة ولكن متوقعت تجيب هاد البنة اللي جات بها واحد البنة زوينة وزوينة بزاف يعني اي كلمة غدي نقول ما غديش نوفيها حقا العجين غدي نصوبوه بطريقة ديال تخمير الباطئ كيعطي واحد نتيجة زوينة بزاف وكتجينا البيتزا خفيفة بحال البيتزا نابولي والسلسل سوف نديروها بالكريمة و بالجبن كتجي من الاد ما يكون مع السومون فوميرا ما نقوش لكم نمشي على بركة الله المقادير العجين عندي هنا ميتين جرام ديال الدقيق الأبيض وخمسين جرام ديال الدقيق الفينو او دقيق القمح الصلب يعني عندنا ميتين وخمسين جرام في المجموع ديال الدقيق اللي غنديرو بها هاد البيتزا اللي الحجم ديالها كبير هنا اه 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 الى ما كانش عندكم الفينو ممكن تستغنوا عليه غير انا كننصحكم انكم تديروا الفينو لانه كيعطيها واحد الاختلافة في العجين هنا غندير فقط نص معلقة ديال الخميرة الخبز الجافة غدين نخمروها على خطرها في تلاجة هنتم غا تشوفو معايا زد شوية ديال ملحة حسب الضوك وغنزيد واحد اربع معلقة ديال السكار سانيدا انا ما بغيتش نكتر السكار ممكن ديرو حتى معلقة صغيرة وغادي نضيف الماء انا درت ما غير من روبيني لان الجودة بدافي وبغينها تخمر على خطرها باش جينا ديك العجينة اللي مجعبة كيم ما شفتو في اول فيديو غادي نضيف الماء بشوية بشوية هنضفت كاس ديال العنبة وغادي نزيد مازال شوية ديال الماء بغين عجين اللي يكون مرخوف ماشي قاسح نهائيا عجين اللي كيلسقة باليد بحل العجينة ديال شفنج انا زاد شوية ديال الماء تقريبا واحدة اربع كاس صفي هذا هو القاوم اللي بغيت عجينة اللي مرخوفة انتوما عجينة مطلوقة غادي نزيد لها واحد المعلقة كبيرة ديال الزيت ما الاحسن يكون زيت زيتون او زيت اللي مخلط ما بين زيت زيتون وزيت المائدة لان زيت زيتون كيعطيها واحد نسمة زوينة كيبننها صفي غادي نزيد الزيت وغادي ندلكها واحد شوية بحل العجينة ديال شفنج ممكن دلكوها بالعجانة اللي بغيتو انا غادي ندلكها غير بيدي فاليد كتتتعاوننا اننا نتحكمو في الكيميية ديال الماء اللي غادي نديرو صفي كندلكها وغادي نغطيها ونخليها واحد عشرة ديال دقيق ومن بعد نرجعو لها كنجمعو هاد الجوانب ونغطيو الايناء من بعد هنية الماء كيما كتشوفو اللي استعملت كان عندي كاس فتقريبا ربع كاس اللي اللي خديت قدرت كاس وربع ديال الماء وكيبقى الماء لحسب الدقيق تقدرو تحتاجو اقل تقدرو اكتر هنا بعد مده 16 ديال دقيق كندير ايدي في شوية ديال الماء غير كنبللهم وكنبدا نجمع جناب بحلاكة وكنجيبهم سوف نغطيها ونخليها واحد عشرة دقيق واحد اخرى ونكرر نفس العملية قبل ما ندخلها للتلاجة هنتم هنا ربدو كيبانو لنا الفقعات ديال العجين هنا عرفوا انكم غادين في طريق مزيان كنجمعو جناب كنجيبوهم من الوسط يدينا فيهم شوية ديال الماء متكتروش لما في يديكم لان العجينة رواخد الكيفية ديالها ديال الماء صفيدة بغادي نغطيها ونخليها في التلاجة تخمر على خاطرها ممكن تقلوا الخميرة اقل من هادك شي اللي درت وتخليوها تبات في التلاجة الى بغيتوا تطيبوها الغد في النهار الموالي هنا خديت 30 جرام ديال البصلة انا خديت شي شوية كتر اللي شحرتها مع 15 جرام ديال الزيت كنشحروها حتى الدبل ما تخليوهاش حتى تحمر وزتليها 15 جرام ديال الزبدة كنخليو الزبدة حتى كدوب وغادي نزيد 10 جرام ديال الدقيق الابيض هنا كنعطيكم قياسات اللي مضبوطة غير هو هاد الكريمة را غادي تكفينا الجوج ديال البيتزات فممكن نديرو غير نص الكيمية انا هاد الاسوس كتعجبني فكنكترها واحد شوية ولكنو خاكرا بقالية منها كنخليو هاد الدقيق واحد شوية كي طيب بحال كيما كنحضروه البشامل وغادي نزيدو 100 جرام ديال الما معادي من الروبيني ثم غنزيدو 150 جرام ديال الكريمة الخاصة بالطبخ انا استعملت كريمة اللي كتبع في بيم وغادي نزيد 10 جرام ديال عصير الحامض حتى هو كيلعبو حد دور في هاد الوصفة كيتواتى بزاف مع هاد المدق ديال الحموضة كيتواتى مع سومو وغادي نزيد شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار الملحة ما تكتروش لانه سومو مالح يعني غير شوية غير قريصة وتقدرون ما تديروهاش قاع لانه حتى الفرمج مالح صافي كان نخليو هاد الكريمة حتى كتبدا تتقال وغادي نزيد 120 جرام ديال الجبن الابيض يعني هاد البصلة كتلدد لنا بزاف هاد الاسوس والجبن را ما نقوش لكم كيكاتا كتبين صافي كان نخليو هاد الجبن يدوب والكريمة كتبين 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 بحل بشامل صافي كان طفيو عليها النار وماللي كتبين بحل بشامل غنطفيو عليها ونخليوها تبرد قبل ما نبدو نخدمو البيتزا ديالنا العجين انا خليتو في تلاجة خليتو ثلاثة ساعات الى ربع تقريبا هنا عندي 100 جرام ديال السومون فيومي انا استعملت هذا ممكن تستعملو اي ماركان بغيتو عندي هنا يا موزاريلا اللي غادي نقطعها مربعات صغيرة وهنا الاساسي في الحشوة هو السومون والاسوس بلانش والموزاريلا وممكن حتجو بن ايضام الى بغيتو وممكن نضيفو اللي بغيتو يعني ممكن ندخلو اللي بغينا في هذا على حسب الضوغ ديالكم انا هنا عندي طماطسوريز اللي غا نقطعها حتى هي كنقطع كلها واحدة على الجوج وغا ندير زيتون اسود وهنا العجين بعد ما خرجتو من تلاجة خليتو ثلاثة ساعات الى ربع في تلاجة وهنا غادي نرشو سطح العمل بالفينو كترو شوية الفينو لان العجين مطلوق انا درت شوية ديال الما في الزكت ايديا باش كان غا نحيد العجين وممكن نديرو فيديكم شوية ديال زيت عواد الما سافي غادي نكرر نفس العملية نجمع ليه جناب نجيبهم الوسط رشو شوية ديال الفينو من الفوق لانها كتكون كتلسق انا هنا غادي نحيدها نديرها فوح التبصيل وغادي نجيب البابي كويسون غا نقرس فيه مباشرة هو اللي غا تطيب فيه باش يجيني سهل انني نهزها ونتحكم فيه لاني غا نطيبها فوحد اللاطة اللي غادي نسخنها مع الفران يعني غادي نهز هاد البيتزا بنجرها بالبابي كويسون اللاطة مباشرة اللي في الفران هنا كيما كتشوفوا رشيت شوية ديال فينو فوق البابي كويسون ونزلت العجين غادي نخليه يرتاح ونمشي نشعل الفران ضروري الفران قبل ما نطيبو فيه يكون سخون مزيان وكندخلوها على نار عالية هنا كنقرسو وإلا كان يدينا كتلسق رشو شوية ديال فينو ما نوصلوش للجناب هادو كجناب حاولو ما سقيسوهم ش بيديكم يعني نحافظو عليهم باش كيبقاو منفوخين وكيجيونا مجعبين والعجينة غير رقوها لأنها كتنفخ في الفران أنا رققتها مزيان إلا الجناب هنا الصلصة بعد ما بردت شوفو كي بدت كتتقل وكل ما بردت غتزيد تقل أكتر إلا دخلنا هالتلاجة فهي كتولي جامدة صافي هنا يدهنت العجين أنا كتعجبني هاد لاصوس كنكترها واحد شوية ولكن ره بقالية من هاد الكيمية اللي صوبنا ممكن تديروها حتى تستغلوها في ليبات لأنها كتجيل ديدة بزف هنا غناخد شوية ديال الزعتر يابس اللي سخنتو في مقلاو كنحكو بنيد ديال ممكن عواد الزعتر تديرو لاصيبولات إلا عندكم هنا أنا جريت البابيه وقد قدرتها في لاطا مقلوبة باش ميحبسونيش هادوك الجناب ديال لاطا مليه نبغي نقليسيها في الفران يعني نحطها في اللاطا اللي كي نفع الفران وإلى جاتكم أنكم تخدموا وحدة كبيرة صعيبة ممكن تقسمو العجين على جوج وتديرو جوج ديال بيتزات صغار هنا أنا حطيت القطع ديال سومون فيومي هاد عندي 100 قرام هنا في هاد ساشي ممكن تديرو أقل وممكن تديرو أكتر درت هنا يا طومات سوغيز وغندير الموزاريلا اللي قطعنا مربعات كنديروها في الفراغات يعني ما نحطوش فوق هاد المكونات اللي درنا باش يبقوا بينين الألوان من بعد غادي نزيد زيتون أسود عفواً كنزيد الجبن أيضاً محكوك وعد غادي ندير فوق منو الزيتون أسود مقطع وآخر حاجة ممكن ندهنو هاد جنيبة بشوية ديال الزيت بلا ما تضغطو يعني غير بحركة خفيفة من الفوق حاولوا علي هادوك الجنب باش يبقى بقوا هادك التخمير اللي خمرناهم يبقى بعين ويجيونا مجعبين هنا عندي شوية ديال الزعتر من الفوق أو لا سيبولت سوف يوغى ندخلوها للفران يكون سخون مزيان على حرارة عالية كنشعلو عليها من الفوق ومن تحت أنا حطيتها مباشرة في اللاطة اللي ديجا سخونة اللاطة اللي تكون تقيلة أو مقلة تكون تقيلة بالحجم ديال البيتزا وكنخليوها الطيب ضغية ضغية كالطيب رو ما كتاخدش وقت كنخلي واحدة كتاخد لون دهبي من الجهة يمجوج ونخرجوها وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا بعد ما خرج شامل الفران كانت منا تعجبكم وتجربوها بصحة ورحة شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله